بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على الحبيب المحبوب الشافع المشفع الكامل المكمل الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم الأحباب الكرام المشاهدون الأعزاء الله عز وجل يحب نبيه الله عز وجل يكرم نبيه الله عز وجل يسري عن نبيه كما هو معلوم وكما تسمعون في الخطب والدروس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا وعندما جهر بدعوته ناله من قومه ما ناله من الأذى وكان يقف بجانبه في بداية الدعوة كما تعلمون زوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب زاد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد وفاة عمه أبو طالب فذاب سيدنا صلى الله عليه وسلم يطلب ناصرا ومعينا من قومه شرقا إلى الطائف ونزل على أشراف الطائف دعاهم إلى الله عز وجل وأرشدهم إلى الإيمان والإسلام فأبوا وكما تقول كتب السنن أغروا سفهاءهم حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فارتكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا كتب السيرة إلى حائط إلى بستان إلى حديقة ونظر إلى السماء وقال هذا الدعاء الذي يكتب بمداد الذهب بل هو أغلى من مداد الذهب اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد وهم أهل الطائف يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم لأرسم لك كيف كان الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الشر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الله عز وجل لما بلغ هذا الأذى ذروته سر عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الآية الجامعة التي نحفظها جميعا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لماذا يا رب؟ لنريه من آيتنا لنعرج به إلى السماء نريه من آيتنا الكبرى رأي العين لكي نسري على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نسلي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حتى نخفف عنه ألم الشر وألم ما ناله من قومه من الأذى كأنك تسأل لماذا نحكي قصة الإسراء والمعراج قصة حدثت في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أستفيده أنا وأنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الله عز وجل ينزل كلاماً يبين لنا أن أي قصة في القرآن الكريم أنزلها لسبب أنزلها لغرض أنزلها لهدف لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب فالله عز وجل قص لنا هذه القصة في القرآن الكريم لي ولك ولكل من يأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أغلى ما نستفيده وأغلى ما نستهدفه من قصة الإسراء والمعراج أن نصر الله عز وجل آت لا محالة أن فرج الله عز وجل لاحق لعبده المؤمن أن الله عز وجل لا يترك عبده المؤمن إلا ويتبعه بالنصر والفرج والتمكين أليس هو القائل في سورة الشرح التي نحفظها جميعاً فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فلا يغلب عسر واحد يسرين ولذلك الله عز وجل يقول في الآية الجامعة وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسولنا فقط لا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُوا الْأَشْهَادِ أعظم ما نستفيده من قصة الإسراء والمعراج أن الله عز وجل لا يترك عبده المؤمن أبداً في حياته الدنيا إلا وإذا ناله أذى يتبع هذا الأذى بنصر وتمكين بدايات وبشارات نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم وأن يسقنا من يده الشريفتين شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبداً ألقاكم في إطلالة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته